طيب نروح للأهلي طبعا فوز مستحق وفوز أو شوت أول أكتر من رائع حسن فيه الأهلي نتيجة المباراة بشكل كبير جدا شوت تاني كان عارب للشكل التجاري بعد ضمان النتيجة وبعد ضمان الأريحية الأهم بالنسبالي سيبك من نتيجة المباراة ومن ثلاث نقاط وعودة العجلة للدوران مرة تانية في بطولة الدوري الأهم بالنسبالي هو الحالة اللي ظهر عليها فريق النادي الأهلي في ظل مش هي ما يتقلش عليها غيابات بشكل أساسي ما كانتش بتاخد فرصة قبل كده النهاردة عودة كهرباء للتهديف مكسب وطمينكم على كهرباء بإذن الله وزي ما أكد لنا الدكتور أحمد أبو عبلة كل عناصر الأهلي اللي غابت في الفترة الأخيرة جاهزة لمباراة ساندونز يبقى القرار بس المستر مارسل كولر طبعا هدف تاني رائع لأحمد عبدالقادر والشحات الحقيقة يعني كان نجم من فوق العدم رغم من إصابته لكن خلينا كما نطمينكم على الشحات شحات ان شاء الله جاهز للمشاركة في مباراة ساندونز امبرح شارك محمد أشرف أساسي مروان عطية خلد عبدالفتاح أساسيين حتى المودلة القندوسي الحقيقة اللي حتى في اللقطات البسيطة اللي بيظهر فيها لا يعني ترهن عليه وانت بقى البجامد يعني ان شاء الله بإذن الله ياخد بس مساحة انسجام مع الفريق ياخد ثقة بنفسه اعتقد قندوسي هيكون واحد من أهم لعبة الأهلي فيه ما تبقى من بقية الموسم فيه برنامج طبعا بدني حطوا الجهاز الطبي لمحمود كهرباء عشان يستعد طبعا الفريق كله راح النهاردة من التدريبات بعد رحلة السفر والعودة من أسوان لكن الجهاز الطبي حط برنامج بدني عشان يتم تجهيز كهرباء ان شاء الله ويكون جاهز لمباراة ساندونز اللي هتكليع بيوم السبت اللي جاي الساعة تسعة هنا بتوقتنا في القاهرة وهتكون المباراة دي على ملعب الأهلي ويئة السلام طبعا احنا امكان اتكلمنا على قصة أستاذ القاهرة وقلنا انه أستاذ القاهرة هيبقى مشغول بصدافة مباراة البطولة الأفريقية وبالتالي مباراة ساندونز هتكون على ملعب الأهلي ويئة السلام برح مكسب كبيرة جدا من محمد أشرف مكسب كبير جدا خلد عبد الفتاح مكسب كبير جدا الشدناوي يعني رد على الجميع الحقيقة يعني احنا اتكلمنا هنا بعد مباراة الهلال وقلنا وانا شرحت لحضراتكم ومن اللحظة الأولى كنت شايف انه القصة الهدف اللي تقال عليه كلام كتير قوي يتهاجم بالسبب الشدناوي بشكل مستفز الحقيقة بشكل غريب كأن الناس بتتمنى يعني العناصر الكبيرة الخبرات الكبيرة في الكرة المصرية انها تقع انها تتهز انها مش عايزة اقول تفشل لانه ما اعتقدش انه نجم بحجم الشدناوي ممكن يتأثر بشوية كلام بيتقال على سوشال ميديا ولا شوية كلام بيتقال على برامج التحليل اللي اغلب محللينها الحقيقة لا يفقه شيء انا اسف يعني عن كرة القدم فبالتالي الحقيقة الشدناوي قدم مباراة كواسية جدا امبرح اشرف قندوسي الشحات عبدالقادر مع عودة بقية الاسماء اعتقد الاهلي بإذن الله بإذن الله قادر واحد يتجاوز مرحلة الارهاق والتعب والصفر العنيفة اللي مرنا بيها من اول شهر فبراير احنا بنتكلم من نهاردة 22 من 1 فبراير احسب كده كم ساعة كم ساعة صفر عملتها بعثة النادي الاهلي سواء في المغرب او في السودان او في اسوان وصولا للقاهرة واحسب كم مباراة مع كم منافس بطل خدهم الاهلي في مشوار فبراير بس في 22 يوم حجم المجهود المبزول يعني يتناسب مع بطولة محلية كاملة ولكن ان شاء الله بإذن الله الشكل اللي ظهر به الاهلي قدام اسوان يطمنك على قدرتنا على رجوعنا لمستوياتنا ان شاء الله في مباراة السبت المهمة جدا والصعبة جدا